تشريع والرأي القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية انطلاقا من الحرص على تطوير الخدمات الإلكترونية لتعزيز ونشر الثقافة القانونية بين كافة شرائح المجتمع وترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون في مملكة البحرين أطلقت هيئة التشريع والرأي القانوني بالتعاون مع هيئة البحرين للمعلومات والحكومة الإلكترونية تطبيق تشريعات البحرين والذي يعد منصة إلكترونية قانونية متنوعة تسهل الوصول إلى قائمة من الخدمات القانونية إلكترونيا كالبحث والاطلاع على التشريعات والقرارات الصادرة في مملكة البحرين وغيرها من الوثائق القانونية المهمة التي بيّنها المسؤولون خلال هذا المؤتمر الصحفي يتناول التطبيق العديد من التشريعات أو دعونا نقول العديد من الأقسام القسم الخاص بالتشريعات يتناول جميع التشريعات النافذة في مملكة البحرين وعندنا أيضا المبادئ القانونية وهي المبادئ التي اصدرتها المبادئ أو الاراء القانونية التي اصدرت عن هيئة التشريع والراء الغانوني كذلك القسم المتعلق بالمعاهدات وعندنا المكتبة الإلكترونية فهو مثل ما نقول منظومة كاملة تم تجميع فيها جميع المعلومات والأدوات القانونية في مملكة البحرين ما يميز تطبيق تشريعات البحرين هو محتوياته القيمة من الوثائق القانونية الوطنية المتنوعة علاوة على ما يحتويه التطبيق من خدمات تسهم في مساعدة المعنيين للوصول إلى ما يحتاجونه من هذه الوثائق بكل يسر وسهولة بالاستعانة بأحدث التقنيات ومن أبرزها دستور مملكة البحرين ومثاق العمل الوطني والبحث فيهما باللغة العربية واللغة الإنجليزية تم تدشين أحدهم التطبيقات الهواتف الذكية وتطبيق تشريعات البحرين اللي بيكون قريب جدا للجميع قانونيين وقير قانونيين يحتوي على مجموعة كبيرة من المحتوى القانوني اللي بيهم فئات كبيرة في البحرين كمرجع للمواد والتشريعات القانونية المهمة لجميع فئات المجتمع في البحرين في منصة إلكترونية موحدة وواحدة عن طريق هواتف الذكية مزايا عديدة يتفرد بها هذا التطبيق تتسم بالسرعة في البحث عن كافة التشريعات الصادرة علاوة على أن التطبيق يتيح ذات قاعدة البيانات للموقع الإلكتروني للهيئة التي يتم تحديثها أسبوعيا بمجرد صدور الجريدة الرسمية وهو ما يوفر فرصة لجميع المهتمين بالاطلاع على النصوص القانونية المتاحة والتي ستشكل عملية أرشفة وتوثيق شاملة لكل النصوص القانونية في مملكة البحرين تطبيق تشريعات البحرين منصة وطنية جديدة تضع بين يدي المهتمين والمختصين جميع تشريعات وقوانين مملكة البحرين ضمن تطبيق واحد يسهل الوصول إليه من خلال تحميله على أجهزة الهواتف الذكية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر